اهلا بيكم في حلقة جديدة وفكرة صورة جديدة. الحقيقة فكرة الصور اللي اهدبناك النهاردة من كتش بهاية مميزة بالنسباني. بقيتها تصورنا طول الوقت. حبيت كمان ان انا اشارككو الفكرة بتاعتها. فالسلام عليكم. اهلا بكم. حلقة جديدة وموضوع جديد. تمنى قبل ما نبدأ موضوعنا تعمل لايك وكومينت على الفيديو ده. وكمان وقتها. يريد له حد مهتم بافكار الصور. تبعات له الحلقة دي. وكمان هتلاقي في وصف الفيديو لينك. في افكار كتيرة من الصور تقدر تعملها بروبيلك بشكل والجاني. وافكار الدعي. وخلنا نعرف ايه موضوعنا لنهاردة. ممكن تكون في يوم من الايام واجهة الصور اللي هي زي كده. بتكون العدزة واسعة. فكرة الصور دي بتبقى مختلفة وكمان بتديك ابعاد اكتر في الصورة بتاعتي. ولكن في البداية كان ممكن انك انت تفتكر انك انت لازم تشتري عدسة مخصوص عشان تتصور بيها. سواء بقى هتجيب عدسة للكاميرا او عدسة للموبايل. ولكن الموضوع ده بيبقى مكلف. ولكن النهاردة هقولك على طريقة تتصور بيها الصور دي. من طريق الموبايل بتاعك. هقولك على كل الفاتوات اللي هتخرج صورك باعلى جودة. كمان هقولك تستخدمها امتا وليه. هقولي اللي عليك بقى انك انت بشكل سهل جدا. هتفتح كميرك الموبايل بتاعك. هنيجي عند الخصائص بتاعة كل كميرا. طبعا المكان بتاعها بيختلف من كميرا ليل تاني. فانا انا مثلا بتبقى موجودة تحت. طيب. انا عاوز العب كده على كام نقطة لازم ان انا اهتم بيها. البداية لازم اشغل الكشاف يكون متشغل. يعني بحيث ان انا اول ما صور صورك يظهر معي. ليه انا خليتك تشغل الفلاش? عشان جودة الصورة بتاعتك تطلع كويسة. تاني حاجة وغيري الاحتياط اكتر ان انا اخلي توقيت التصوير بعد ثلاث ثواني. وتالت حاجة طبعا ان انا اخلي بعد الكاميرا عندي زيرو بوينت فايب. طبعا معاس السرعي انا مش هيختلف كتير تختاري ومعاس اللي يريح. زي ما احنا معرفين ان كل ما دخل اضاءة اكتر في العدسة او في الكاميرا كل ما اديتك جودة عادة. وخصوصا ان احنا هنا بنبعد العدسة بتاعت الموبايل وكمان بنصور بالعدسة الواسعة اللي موجودة فلازم ندخلها كمية اضاءة كبيرة. وهنا لازم نستخدم الفلاش. يلا عملت كل الخطوات دي تعال اقولك تتصورها ازاي. لحيواجهك تل اول كوشكلة انك انت لازم تاخد لك زاوية تصور بيها. انا انا مثلا ابتديت تصور الصورة دي من تحت كده من بعيد. لحاشت ان الصورة بتاعتي مش بزبوطة كده. ولكن كان اتجاه وشي مازلا مش بزبوط مع الصور. جربت ان انا اصورها بطرق تانية. كمسلا زاوية من فوق. زاوية من اليمين. وهكذا. وناكن النصيحة بقى اللي انا حابب اقدمها لك. انك انت لو تتصور صورة زي كده. تتصورها مثلا في طرقك. بحيس ان هي تديك البعد بتاع الخلفية لان هي بتعرض الخلفية لوراك كلها. تتصورها مثلا باللين يكون وراك عوارات كده. الانوار المختلفة العشوائية. اللي بتبقى منواري في الشواء ساعتها. ممكن تديك خلفية كويسة. على العدسة الواسعة اللي انت مصورها. هتجيب وراك كل الخلفية اللي انت محتاجة. وهتبقى الصورة بتاعتك كويسة. فبعدل ما كانت الصورة بتاعت مش كويسة. اتصورت الصورة دي. وتصورت الصورة دي. وافكار صور كتيرة بتديت ان انا اتصورها كمان. تقدر تصورها في جراج. تقدر تصورها في السينيما. في الاماكن ان هي تكون مختلفة كده وليها طبع خاص. وليها ابعاد مختلفة عن باقي الاماكن. وبس جده. صور الصورة بتاعتك عادي جدا. وبعمر الله هتطلع كويسة. اختار زاويتك الكويسة. اضحك. منتحكش. الصورة كده كده هتطلع كويسة. ومميزة. ومختلفة. وبس كده. تولي انك انت كل استفدت. هتلاقي في وصف الفيديو لنك في اثكار صور كتيرة تقدر تعملها في بيتك كمان. انا احي الشفعي. تنساش بقى اللايك والمتابعة وكمان تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.